عجائب الدنيا سابعة إلا في العراق لا تحصى ولا تعد علي عباس الدليمي ضابط برتبة مقدم يلقي القبض على تاجر مخدرات يجرد من رتبته ويرمى بالسجن بينما المتهم يعيش حرا طليق خارج قفص العدالة ابني مقدم بالداخلية كمش عصابة مع المخدرات من كمش هم وداهم جاب مذكرت اعتقال بيهم يعني مهي شي وداهم قضايا وبداية تكملهم فالمصدر ويه المحامي مخابرة قال لا اريدك تخابر لي على رائد علي اريدها سوليها من تجارة الى تعاطي هذاك المصدر قال لا اي اي الله كريم عودينا فمنتهي المكالمة وراها رايحين مشتكين من المشتكين مشتكين المحامي المحامي يقول لان ما اشتكيت اهل التاجر رايحين مشتكين يقول احنا ما اشتكينا على المصدر غرح راحة ابني هسه يجي ابني وهسه يجي ابني وسودة علي وهسه يجي وصار الليل وصار الساحب 12 وبالتليفوناتها مقفولات وابني ماكو اروح اقيل لي كي ابني متكسر تكسر لا يقدر يمشي لا يقدر يسوي اديه مكسورة هاي عينه من نانه هاي ظهره هاي بطنه مايقدر يمشي هاي رجلية من فوق من نالي جوه كلها كهرباء ابني متعذب عذاب المالك يا ابته همتك شنو يا ابته همتك شنو يقول لي على اساس هو قايل مو قلتش على هاي المكالمة من تجارة التعاطي يقول والله يما ما قايل عني يقول لي شون اقول عني شون اقول يقول عني وديتهم قضائي وداعي شون اوديهم هذا هذا تملكم الحصابة مع المخدرات والله لو مكامر شو ما حصل لنا ماذا نبديت عنده جاء الاثنين واحد وراء جاء للدنيا جاء اتمرت لها شهر يعني شهره او راح او ذاك الاخ مريض ابنه يعني شنزوه احنا وين نروح وين نطويجه هنا يعني والله ما عندي غيره ملامح انهكها البكاء ونداءات استغاثة قد ظلت السبيلة وهي تحاول ان تجد اذانا صاغية من قبل الجهات المعنية التي لم تحرك ساكن للنظر بقضية علي الذي لا زال يواجه عمليات التعذيب داخل السجن بحسب عائلته يحطوا على مادة مية وستين يش هو ارهابي شنه هي المادة مية وستين المادة مية وستين هاي مادة مخلة بالشرف يعني صعب ممكن حتى يرجع مارس وظيفته ندى المرسوم من بغداد قناة دجلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر